بالنسبة لصيام شعبان نعم صومة متتالية يعني كل الأيام معدل يوم الأخير أحسنتي أخلي الخاصة ما بين رمضان وشعبان أحسنتي هذا السؤال جيد أختي يسن الإكثار من الصوم في شعبان عموما الإكثار لم يرد أن يكثر في النصف الأول أكثر و النصف الثاني أو العكس إنما الإكثار من الصوم سواء صامه لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم كل شعبان عموما لكن إن صام كثيرا من فلا بأس عليه في ذلك الله يقبل مننا ومنكم